السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا الفيديو المخصص لصحاح التمرين رقم 40 من الدرس الأول اتصال دالة عددية نص التمرين في كل حالة من الحالتين التاليتين أدرس اتصال الدالة H الحالة الأولى الدالة H معرفة بي الجدر المربع للقيمة المطلقة لX-1 لتحديد أو لدرسة اتصال هذا النوع من الدوال نستعمل الخاصية إذا كانت F دالة متصلة و موجبة على مجالين E فالدالة المعرفة بي الجدر المربع لF متصلة على المجال E لدينا الدالة المعرفة بي القيمة المطلقة لX متصلة على R دالة اعتيادية إذن فالدالة المعرفة بي القيمة المطلقة لX-1 متصلة على R كمجموع دالتين متصلتين ولدينا القيمة المطلقة لX-1 أكبر من أو يساوي السفر تكافئ القيمة المطلقة لX أكبر من أو يساوي واحد هذا يعني بأن X أكبر من أو يساوي واحد أو X أصغر من أو يساوي ناقص واحد إذن القيمة المطلقة لX-1 أكبر من أو يساوي السفر تكافئ بأن X ينتمي إلى المجال واحد زائد ما لا نهاية أو X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد إذن بما أن الدلة المعرفة بالقيمة المطلقة لx-1 متصلة وموجب على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية ناقص واحد وواحد زائد ما لا نهاية فهذا يعني بأن الدلة h المعرفة بالجدر المربع للقيمة المطلقة لx-1 متصلة على كل من المجالين ناقص ما لا نهاية ناقص واحد وواحد زائد ما لا نهاية الحالة الثانية H معرفة ب H ل X تساوي سيونيس الجدر المربع ل X2 زائد واحد من أجل دراسة اتصال هذه الدلة سنستعمل مركب دلتين نضع G ل X تساوي سيونيس X و F ل X تساوي الجدر المربع ل X2 زائد واحد إذن نحصل على H ل X تساوي جيرون F ل X لدينا الدلة المعرفة ب X2 زائد واحد متصلة على H لأنها دلة حدودية ولكل X ينتمي إلى H X2 زائد واحد أكبر من أو يساوي السفر إذن انطلاقا من هذين الشرطين نستنتج بأن الدلة F المعرفة ب الجدر المربع ل X2 زائد واحد متصلة على H كذلك الدلة J دلة السيونيس هي دلة اعتيادية متصلة على H ولدينا جيل R ضمن R لماذا؟ لأن صورة مجال بدلة متصلة هو مجال إذن باستعمال مركب دلتين نحصل على الدلة H المعرفة بسيونيس الجدر المربع ل X2 زائد واحد متصلة على R في الأخير لا يسعني إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر على أسن الانتباه والمتابعة وإلى قادم الفيديوهات بحول الله شكرا